لو الزوجة بعد ما شافت على مبايل زوجة رسائل حب طبعا يا شافتها صدفة طبعا رسائل حب مع واحدة متجوزة وكاتب في الرسائل انه بقى لهم سبع سنين وحصلت مشاكل وصلح لكن ظاهري فقط لكن النفوس مش قبل بعض والصلح ده لان ابنها في فترة تعليمية مهمة جدا زي السنوان العامة مثلا بس هم مع بعض في البيت اغراب لسانهم ما بيخطبش بعض هو بيباد فقط ولو عياله محتاجين فلوس بيطلبوها منه السؤال يا ربنا يرضى بالاستمرار عشان الاولاد ولا التلق افضل ده يا ربنا يرضى بالاستمرار عشان الاولاد بس الحالة اللي انتو فيها حالة مش مرضية يعني دي حالة راضية يعني ليه حالة راضية لان في الحقيقة ان الحالة دي لابد ان يبقى فيها خبراء انا اعرف ناس قاعدوا في الحالة اللي انتو فيها دي عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة ازاي يعني قاعدوا خمسة وعشرين سنة على هذا الانفصال العاطفي الانفصال عن بعض وكل واحد في حتة لدرجة ان هم كانوا مؤسسين اعتقادات ما لقاش دعوة بالواقع هو مؤسس اعتقاد ان هي خلاص بتكره وما عنداش احساس نحويته وهي رفضاء واحنا عارفين ان بدل واحدة قاعدة لسه راضية ان هي تقعد في مكان واحد حتى ولو عشان الاولاد صحيح بيبقى الحب انخفض الى ادنى مستوياته بس هم لسه في حب يعني كان ممكن يبقى فيه ايه في محاولة للتغيير وهي متصورة ان هو كل يوم بيكون مع واحدة وهو للأسف هي كان الخطأ اللي اخطأه دوت ولما ربنا كتب ان هو اظهره ده تاب الى الله وخلاص بقى مكرس حياته لبيته واسرته بس هم من فيهموش كده عاشوا بهذا التصور الخطأ وعاشوا به حياتكم كلها وعاشوا بيتمرغوا في سوء الظن اللي ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن هو بيظن وهي بتظن عشان فيه خطأ تم ولم يعالج بطريقة صحيح حضراتك بتقولي هل حرام ان انا اعود عشان الاولاد انا بقول لا انا لا ارى ان الطلاق يكون قبل خطوات لازم بقى فيه خطوات قبل الطلاق ما فيش حاجة اسمها عشباس ما حدش يقول انتوا بتمنعوا الطلاق خالص لا انا بمنع الطلاق الذي اسميه الطلاق لارعن الطلاق غير المدروس الطلاق الذي هو في الحقيقة يفسد الحياة ودينا شفنا الطلاق الارعن عمل ايه في حياتنا كلف المجتمع ادي ايه اولاد طلاق وكلف المجتمع ادي ايه اولاد شوارع وكلف ادي ايه المجتمع قطع في العلاقات وسيدات تعاني معاناة شديدة واباء مكلومين وعندهم وجع ومشكلات رؤي مشكلات لا نهاية لها فما فيش اي حد عاقل في الدنيا لما حد يجي اسأله انا عندي مشكلة في حياتي الزوجية مهما كانت المشكلة دي اتعايش مع المشكلة دي ولا اتطلق فيقول له اتطلق ده انسان غير رشيد انسان غير رشيد وهذه النصائح اللي بنسمعها في جروبات وبنسمعها ساعات على السوشيال ميديا هي دي اللي عملت فينا كده خلت السيدة تشعر بان هي تهان اذا ايها عاشت متفضلة بالعكس الجواز اصلا بيبني عالتفضل كونك قاعدة في الجواز ده ده انت بتعملي خير ليكي والاولادك فانت اكتر واحد مستفيد من ده مستفيدة ايه مستفيدة ان انت لسه في اسرة مهدتيش الاسرة فاقواع تقولي لنفسك ان انت بتزباحي نفسك ولا بتضحي بنفسك من اجل اولادك هذا كلام النفس الامارة بالسوق انت بتعملي كده علشانك قابل اولادك بتعملي كده علشان انت ما تهتزيش ما تفضل المتزنة لو انك انت بتعملي الكلام ده علشان اولادك بس يبقى انت فيه خطأ منهاجي في عقلك انت بتعملي الكلام ده علشان نفسك علشان الطلاق قرار ما هو السهل ما هو السهل على نفسيتك وما هو السهل للغاية دلوقتي في مجتمعنا ما زال حتى الان احنا عندنا وصمة اسمها وصمة الطلاق واحنا هنتكلم في وقت من الاوقات عن الوصمات وزي الانسان يتعالج يتعامل مع وصمات الحياة لكن ده ما يعنيش ان انت لو انك انت خدت تجربة الطلاق هتكون تجربة سهلة ولا تجربة مناسبة ولذلك الطلاق عندي زي الكي لما ما نلاقيش علاق خالص عن اضطر نكوي او نبتر العضو بس لا لسه فيه نفس حضريك بتقولي هو عنده سبع سنين وقال لها كلام حب ده المستوى التاني اللي رايح للمستوى التالت من مستويات الخيانة الزوجية لان حضريك ما قولتيش ان بينهم كلام لكن المسألة مسألة ادمان هو ادمانها فقعد معها مدة طويلة طب اللي يجيب الادمان يروح بايه يروح بالاعتياد الاعتياد على انكم تكونوا قريبين من بعض الاعتياد بانه يقرر انه يتغير ويتعافى يتعافى يعني ايه يحصل له تعافي من هذه الخيانة وفي مسلس عندنا اسمه مسلس التعافي بيكون بيبتدي بالاعتذار والاعتراف بالخطأ ثم بعد كده في خطة للتغيير ثم تقدير المشاعر والوجع كل ده لو اتعمل بشكل صحيح مهندس زي ما بنعمله في خطة الاستشارات اللي بنعملها في الاحوال اللي زي دي حقا بترجع تاني ممكن تكون بعد شهر بعد ستوشر بعد سنتين بيحصل طب تيحصل ازاي دي بقى لما تيجوا وتاخدوا استشارة دقيقة يبقى انا بقول لحضرتك حياتك صحيحة وانتي مبتعمليش حاجة مضرة ليكي وللأولادك لكن في نفس الوقت انتو محتاجين استشارة دقيقة فشرفونا في مركز الرشاة الزواجي بدار للإفتاء المصري